شاهدين من الجوازات نتغل إلى وزارة الصحة وتسعى الوزارة لميكنت كافة خدماتها الطبية من أبرز تلك الخدمات التعميم طبعاً الملف الطبي الإلكتروني للمرضى على مستوصفات الكويت وفي مرحلة لاحظة سيتم أيضاً ضم كافة المستشفيات الحكومية وما ننسى طبعاً الخدمة تحجز موعد الأسنان هم بعد بالأمليكيشن عموماً معنا في الستوديو مهندس صلاح باقر مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة بضاري حياك الله معنا حياك الله الله يسلم حياك الله بضاري معنا وخلنتكلم عن الملف الإلكتروني وآلية الربط بين المراكز الصحية ملف الإلكتروني طبعاً هو المقصود فيه أن يكون في عندنا ملف صحي كامل متكامل أنا ما تكلم صحي مرضي ولكن صحي بصفة عامة كل ما يخص صحة صحة المريض، التعاملة، التغذية، أدوية أي إن كان لكن مثل ما تفضلته وهي نحن نسميها بالأساس والخطة ملتنا لها تفستراتيجي أن يكون عندنا ملف إلكتروني موحد شو نقصد في الموحد؟ لأن أنتو كلكم عارفين طبعاً أن الملفات الصحية تروح للمستوصف، تروح للمستشفى، مستشفى ثاني كل مستشفى تروح لتلاقي لك ملف ورقي موجود الموحد أن جميع هذه الملفات تكون إلكترونية في ملف واحد فقط، الكل يتعامل معه يقرم منه ويكتب عليه في جميع مجالات الصحة طبعاً أنا أتكلم الصحة كوزارة صحة ولكن هذا لا يغني أنه فيه تعامل أيضاً مع جهات خارج مستشفى خاصة واحد لا لا حتى ممكن تكون وزارات ثانية ممكن تكون خارج دولة الكويت ممكن تكون بالخليج واردي يعني فيه أشياء وايد على هذا الموضوع على مستوى أيضاً الخليج نحن راضين وشيء بالكويت داخل لا الحمد لله احنا شوي وسعى والموضوع يعني المستشفى الخاصة راح تدش فيها الموضوع طال عمرك وهو المستشفى الخاصة لا يتجزأ من موضوع الصحة بدولة الكويت طبعاً إحنا البداية لما نقول ملف إلكتروني موحد الملف إلكتروني يكون موجود في وزارة الصحة لأنها هي الحكومة طبعاً تضمن قضية الرعاية الصحية والأمر هذه كلها والمستشفى الخاصة هي شريك طبعاً في مجال الصحة على هذا الموضوع الهدف أن نصل فعلاً إلى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة تتعامل مع هذا الملف بحيث أن يكون في ملف واحد إلكتروني ورد أقول ليس فقط بدولة الكويت وأيضاً بالخليج وبدأنا على مستوى خليجي هذا الموضوع مع جميع الدول الخليجي رح نزيد ونتوسع أكثر بضاري بس بعد ما نشوف هذا التقرير تعتمد عملية تسجيل البيانات والمعلومات في الرعاية الصحية الأولية للمرضى عن طريق الملف الإلكتروني جميع المعلومات للمريض من تاريخ المرضي من الأطفال من ينوالدون إلى مرحلة الشيخوخة جميع المعلومات تكون محتفظة في السيستم نشوف مثلاً هنا لما نفتح عندنا الطبيب يتكون عنده قائمة بانتظار المرضى في خارج العيادة مريض 2-13 يكون عندنا قائمة بالترتيب منه الذي دخل في شيء جديد استحدث في السنوات السنتين أو الثلاثة الأخيرة بناء كذلك على متطلبات الوزارة بحيث يتم العناية بكبار السن اللي أهم يعرفون من فئة 65 فما فوق بحيث يكون لهم الأولوية في الدخول في الدور الأقسام عندنا تعتمد على عيادات الصحة العامة اللي هي المراجعات العادية في عيادات تخصصية مثل عيادات السكر عيادات الصحة الوقائية وحالياً في الصحة المدرسية بعض المراكز تحتوي على عيادات مستوصف الحوامل وأمراض النساء وفي بعضها اللي تكون لعيادات الطفل السليم وتخصصات أخرى تم تطوير النظام بحيث أن يكون الملف الإلكتروني يختلف من قسم إلى قسم أول ما أفتح الملف ما لداعي أنا أضغط وأشوف شنو تاريخ المرضي إهي الشاشة نفس ما راح تشوفون راح تظهر عندي المرض الفلاني تم تشخيصه بالتاريخ الفلاني أو السنة الفلانية وهذه الأدوية اللي نأخذها وتم استحداث خانة مثل هنا نشوف أين يراجع هذا المريض يتابع عندنا في المركز أو في مستشفى أخرى وشنو إيهي المستشفى تم الحين تطبيق نظام العيادات المزمنة في أغلب مراكز الصحية في الكويت بناء على متطلبات الوزارة الوزارة طلبت مننا متابعة الأمراض المزمنة اللي هي تعتبر الضاقت ارتفاع الدهون خمول في الغدة الدرقية والربو وإلى آخره تتابع في عيادات متخصصة تم تطوير النظام أو الملف الإلكتروني بحيث يستوعب متطلبات كل فريق عمل أو كل عيادة حاولنا نستغني عن الورق مؤخرا الوصفات الورقية ما عادت تستخدم مثل السابق بحيث أننا نعطي الأمر إلى الممرضات عن طريق الكمبيوتر والممرض أو الممرضة اللي يعطون الكمام الإبرة إلى آخره يسجل اسمه تحدد للكمية والجرعة والنوع وطريقة العلاج وإحنا عندنا يبين أن الممرض الفلاني شاف المريض وعطاء الدول أو اللي طلب مننا الدكتور مثل ما شفنا بالتقرير يحتوي ملف الإلكتروني على بيانات صحية للمريض وأيضا تاريخ المرضي سواء الأمراض المزمنة أو الغير مزمنة والحساسية وغيرها اللي يتم علاجها وتشخيصها في المستوصفات من خلال مراجعتها لكن بالنسبة لأمليات الجراحية اللي تجرى بالمستشفيات بضاري هل يتم ربطها أيضا في هذا النظام؟ مثل ما تفضلتي طبعا نحنا حاليا اليوم أقدر أقول لكم أنه في عندنا ثلاث مستشفيات نعم ربطت مع المستوصفات اللي هي مستشفى مبارك مستشفى الفروانية مستشفى الجارة نظرا لأننا أيضا كافية مسلسم لكن كانوا شقالين بروحهم حاليا ضميناهم بحيث أن يشتغلون المستشفى مع المستوصف متواصلين لأننا حاليا في البداية الموضوع التشغيلي فاللي راجع المستشفى حاليا قاعد يتسجل على الكميوتر وقاعدين حاولين تسجل الهيستري القديم اللي كان أصلا بالمستشفى المستوصفات الهيستري الإلكتروني الملف حين شون راح ينتقل إلى الملف الإلكتروني الورقية هو حاليا بالنسبة لمراجعات الجديدة قاعد يتسجل أكتروني الورقية قديمة مع كل مراجعة تقريبا قاعد نحاول ويحاولون أيضا اللي يشتغلون من المستشفى أن يسجلون هذه البيانات لا تنسى أن ترى على فكرة يعني أنا صراحة ذهلت أيضا في الأعداد اللي سمعت عنها في بعض المستشفى تصل إلى يمكن إذا قلت مليون ملف شوية لأن حتى اللي ماتوا ما قطوا ملفاتهم موجودة المشكلة لنا في بعضهم ممكن يكون لها ملفين أو ثلاثة لسبب من الأسباب ضاع الملف لسبب من الأسباب كانت بقسم ثاني فأنت بتراجع بالناس مهتمين فيفتح لك يعني ملف يديد أو إذا يعني وهذا يمكن ما تحصل وايد ولكن موجودة فهي راح تلاشة أكيد طبعا وحاليا يعني مثل ما حصل في المستوصفات سابقا كان فيه كم كبير فبداية المشروع في المستوصفات كانت الغضية صعبة في الملفات هذه ولكن مع المراجعات مع الوقت تتسجل وحاليا فيه محاولة لمحاولة أن يكون فيه جهات متخصصة أو شركات متخصصة نحاول ننقل جميع الملفات بطريقة معينة إلكترونية وإلى الملف الإلكتروني أنا الأهم حاليا أنه نربط هذا المستشفى مع المستوصف ونبدأ حاليا باللي موجود تفتح صفحة دي صفحة اللي موجودة ونحاول ننقل والأطباء يعني يقصرون يعني أكثر ما أنا أشوفهم حتى يا لواحة طبعا هنا أنت في البداية لازم تبدي في الإلكتروني والورقي نفس الوقت على أساس يعني فترة معينة عشان تضمن ما تفقد معلومة صحيح خلنكن صريحين يعني هذا صحة المريض مهمة بالنسبة للدكتور الموجود المعالج فبالتالي لما يأخذ ملف يعني في ديكاتر كثيرين يحاول يكتب البيانات الموجودة في هذا الملف بالإلكتروني ينقلها كما حصل سابقا وحاليا قاعد يحصل حلو يعني بضالي باختصار جملة راجو رحي بملف هذه متى رح تختفي والله إن شاء الله نقول ما نقول راجو يعني إن شاء الله بكبسة زر للملف تكون موجود يعني شكتري يبيلها إن شاء الله تتعمم حسب الميزانية الحين موجودة عندكم حسب الخطاتكم المالية الإدارية متى التعمم على كل اللي إحنا وإنتوا تطمحوا له وباقي المستشفيات بعد هو يمكن أنت بيستعلوتر حساس شوية قضية الميزانية يمكن أنت تعرف أن حاليا الوضع الميزانية بخصوص النفط وغيرها والأمور هذه إحنا ممتخصين في تخفيض نوعا ما في قضية الميزانية لفترة معينة وإحنا طالبين تعزيز لهذا الموضوع وجميع يعني مرافق الدولة أو زراتها قاعد تطلب ولكن إحنا يعني بدأنا على الأقل بعض المستشفيات العامة اللي حجمها كبير يعني هذا يعني مستشفيات كبيرة دخلنا في تنفيذ العملي ولكن في نفس الوقت إحنا عندنا مستشفيات منطقة الصباح منطقة الصباح حاليا في نظام مجربينا ووصال لنا أكثر من سنة وشوية بس نجر في أحد المستشفيات واللي هي مستشفيات بنسينا مشكورين صراحة العاملين فيها لنا مساعدون في التجربة وإن شاء الله قاعد نحاول ننعمم هذا النظام العالي على 27 مستشفي دفع وحدة اللي موجودين في منطقة الصباح فهنا صار عندنا الكم ونفس الوقت مربوطين أيضا مع البقيات المستشفيات مجرد نجاح فعندي يعني ما قدر أقول لك بعد مستشفيات واحدة اثنين لا 27 دفع وحدة لأن تصميمهم في شبكة منطقة الصباح بالكامل شبكة واحدة قلب واحد سيرفر واحد هذا الموضوع أنجز يعني والله يسامح ممكن الحفريات اللي حوالينا شوي عرقلوا الموضوع لتدري يعني المنطقة هذه كلها الأشغال ما شاء الله والجسور فكل عمل يعني ممكن يقطع لكيب اللي هنا يقطع لشغله يعني بس مشت الأمور الحمد لله وصلت لمرحلة نوع من أنواع الثبات وانا أتوقع إن شاء الله خلال يعني الفترة القادمة ما أقدر أوعد متى الصراحة بالضبط ولكن خلال الفترة القادمة إن شاء الله المنطقة تصبعها كلها بالكامل وكنت تشتغل بالكامل وتكلم عليه يعني مو أقل من 26 إلى 27 مستشبه تخصصي راح يدخلون المنظومة والرق بالكامل أنا ما بيكسر ميادي فيكم بس لو تخيلنا إن السيستم هذا تعطل شو راح يكون الوضع هذه أنت دخلت في أمور يعني فنية بحتة بس أنا أممكن أوصفها لك بطريقة يعني مبسطة مبسطة ضد دخلنا نأخذ كمثل منطقة الصباح منطقة الصباح لما صممنا الشبكة ملاتها تم توصيل المستشفات فيما بينها بطريقة الدائرة من المستشفى إلى المستشفى وهلما جرى ونفس الوقت بطريقة النجمة بحيث إن أنا إذا صار في عندي قطع في مكان يستمر بطريقة أخرى يعني دائما في راوت معين نوصل بما يخص الشبكة فيما يخص لجهزة دائما نستخدم أساسي وجهاز ميرور لا منظرة لا يعني اللي حصليني حصليني حلو لا سمح الله صار في هذا الشي تمام يكون الثاني موجود على ما يعني تصلى شبكة المستشفى صار لكم فترة فيها المستشفى أي فترة طويلة حاشتم خلل وقفت يوم الأيام حاشنا خلل بس ما وقفت لأننا مصممينها بطريقة نسلم تتقوله ما تحس لا تختلف شوية دائلا أنا ببين للناس بغض النظر عن فنياتها أي بيس أنتو شبكة المستوصف حاشكم فيها خلل حاش خلل والحمد لله ما حسيت بالوقوف ما قدر أقولك ما وقفت ولكن أنت كمراجع ما تحس بالوقوف إلا إذا كان فيه أشياء متعمدة نوعا ما نطافين لأجهزة أو أشياء هذه صارت في البداية بس غالبا الحين لا الحمد لله الكل يعني ما يتأثر المراجع والمريض في وقت هذا أنت ما تحس بالخلل الخلل يسير وحصل لكن أنت ما تتأثر ولا في الميضي ولا الدكتور يتأثر هذا أهم شيء وأنتو تأثر ومو مشكلة أنت تعابلوا فيها لا نعابل شغلنا لا إذا اختربت الدائرة أكون نجمة أحين في دائرة ونجمة دائرة ونجمة مثل ما تفضلتين طب الشبكة العامة بالكويت هذه اللي إن شاء الله إحنا كلنا نطمح لها شون حجمها ساعتها رح تكون بس بالنسبة لشبكة طبعا إحنا ما نتكلم داخل منطقة صباح لما أعطيتك مثل لأن المنطقة تملكها وزارة الصحة فبالتالي تمديداتها الداخلية تعتبر ضمن إطار أرض وزارة الصحة صحيح بالنسبة للدولة في شبكة موجودة أصلا أنشئت من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تسمى الشبكة كين كويت انفورميشن نتشورك اللي تربط جميع جهات أصلا الدولة وشبكة على مستوى عالي جدا يعني إحنا ما نحتاج أيضا كوزارة الصحة أن نحن نسوي شبكة ثانية خارج مرافق وزارة الصحة من خلالهم ربطنا مع وزارة الداخلية ربطنا مع المعلومات المدنية ربطنا مع عدة جهات داخل الدولة يعني عدة جهات ربطنا معهم مباشرة من خلال الشبكة وقعدنا ننقل المعلومات والأنظمة ترتبط كلها من خلال الشبكة أنا استضرتنا أستاذ عبل طيف السريع يعني من شم حلقة نعم نعم والأمانة همهما كان يشتغلون ومم قصرين يعني بس قال كلمة أنهما بحاجة أيضا لتعامل أو تعاون باجل جهات الحكومية معهم لأنهما بروحوا مقدموا سمشون صحيح يعني أنا يعني أهو وصلني من جهة إلى جهة لكن إذا أنا دخل الجهة عندي أصلا مجاهز أو مو متعاون معا فبالتالي عمله قعد يفشل بسببي أنا مو بسبب أهو والعكس أي أهو عطاني شبكة العين وصلني معه وزارات الدولة حلو طيب أنت استخدمها يعني بعض الجهات قد أنا ممكن ما بي أقولنا في جهات ممكن ما تستخدمها وغيرها لكن إحنا استخدمناها الصراحة وستفدنا تدروني حاليا وزارة التربية على سبيل المثال عندنا النظام سونا نفس النظام مستوصفات ولكن سونا بالعيادات المدرسية وزارة التربية إيزام الله خير تعاون معنا في هذا الموضوع صارت لجنة مشتركة لما إنشأوا العيادات المدرسية داخل حطينا نظام الكميوتر موجود وهذا النظام مربوط أيضا في المستوصف حالي علشان لا سمح الله هذا الطالب الصغير أو الكبير أي أن كان عمره لا يصار في عنده مشكلة إلا ممكن تشوف أو الممرضة أو الدكتور في المدرسة يشوف الملف المرضي والعكس يعني عطيت أدوى عطيت أشياء بعد أن قال ودى المستوصف لما يروح المستوصف يشوف ما هو الإجراء التي تم إتخاذها في المدرسة مثل ما تفضلتك هذا عبارة عن شبكة ترواي مفيدة بوظارية صحيح الشبكة تكويناتها تكويناتها أن تربية وزارة تربية عندهم شبكة كبيرة تربط مدارسها وعندنا في وزارة الصحة شبكة كبيرة تربط مستوصفاتنا ومستشفياتنا صح اللي بيننا وبينهم هم شبكة الكن اللي خلال الجهاز المركزي فربطنا شبكتين هذا يمكن نقصد فيه لخي عبدالطيف ويوسف فينا يكون فيه تعاون أن شبكة هذه ربطت مع شبكة هذه من خلال ربط أيضا خاص بالدولة هنا التعاون مو أحد يكمل الثاني صح ليش يقول أنا أبي أسوي شبكة ثانية طبعا وكوة قبلك يمكن بوسل أمان سنيين عميد قال إن شاء الله في مستقبل رح يصدر الجواز أو طلب تجديد رح يكون اكترونيا يعني ودنا هم نريحكم ما أحد يزور هالجهات الحكومية نعم نعم أنا من أكترى لزوارة مرة واحدة يابعون تباد السيارات طبعا بوذاري ما شاء الله جهدكم واضحة في تطوير الأمور نبي نعرف إذا في بعض مشاريع عديدة يا يا بالطريج والله يا أختي العزيزة بالنسبة للصحة إحنا في عندنا خطة أصلا ما شنا عليها نعم والمشاريع اللي يا يا طبعا إحنا مثل ما تفضلته واهتمامكم حاليا أنه بنحاول نركز على ربط جميع هذه المستشفيات فيما بينها وبنحاول أيضا أنه نكمل الطريق يعني مثلا الأخوان في الحرس الوطني اهتمامهم كان ويتقوي خلال الفترة اللي فاتت أنه بيحاولون يدشون بهذه المنظومة التحية طبعا سرية معينة تخصهم بس يبقون يشوفون بعض الملفات المنتسبينهم والعكس صحيح وهذه واحدة من الأشياء اللي طلعت بره وزارة الصحة اللي مثل ما تفضلتم يعني فيه مستشفيات اللي لغضنا التابعجات أخرى الكي اوسي الحرس الحرس الوطني يبادرون هم من نفسهم قالوا يا جماعة ترى نبي ندخل في المنظومة هذه لأنه ينظرون أيضا اللي عجبني في الموضوع أنهما ينظرون يقول لك في حالة طوارئ معينة ممكن الحرس يكون لدور معين فبالتالي اتصالك الشبكة هذه تفيدة وتفيد غيرها تفيدة طيب أنا أخطي معك وضالي بهالشغلة أن أنتو كان لكم تجربة وايد جميلة حجز الموعد لأسنان عن طريق بيكيشن واللين في بالكم أول شيء تجربة نجحة لأ هل في بالكم أنكم توسعون حجز الموعد بالنتقل على شغلات غير الأسنان مثل ما تفضلت أول شيء فيما يخص أن تجربة نجحة لأ حسب معلوماتي حتى الآن أن التجربة ناجحة وبالعكس عليها قبال تلاحظين أن الناس قاعد تستغني نقول عن حجز الموعد بالمستوصف على أول حتى لدرجة أن بعض الأطباء قام يشتكي يقول يا معوذ أنا حتى بأخذ بريك ما أنا قادر يعني لأننا صار عند الموعد من الثمان للواحدة ونص 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 حتى لو يطلع لأي ظرف يتواهج يعني الناس ما شاء الله عاجزين وينطرون مسألة أن توسع فيها الأوامر اللي عندي من مع الوزير ونص وكيل الوزارة أن نتوسع في جميع الخدمات بدون أي سيطنع إكترونيا في قضايا حجز الموعد طبعا عندنا سبع أو ثمان خدمات حاليا اللي بدان فيها بس قاعدين نحاول ندخل على الخدمات الطبية قد ما نقدر بس نطر طبعا إعلان الميزانية الحالي على الساس أن ننكمل الموضوع ولا تقريبا شبه جازين وتعليمات موجودة أن نكمل في جميع القدمات إن شاء الله وما زالت شهرة الميلاد وائد منويل وهذا يتبعكم ولا لا ما يخلص أنت قلت منويل بس لا أنا قلني أرد على سؤالك أردي في مراقصة نزلت وتم ترسيتها وخالصة بس ناطرين اعتماد ميزانيتها وتوقيعها أن عمالها ستكون مع المعلومات المدنية مع الداخلية مع جميع تعاملاتها حتى من المستشفى لمستشفى وبلاغات الأمور إلكترونية وجاهزة بطارة عندما أنكشف تطلع الحلوة تطلع على البشارة صحيح لا ترى في وائد شغلات بس إن شاء الله يعني ما أريد أن تقولها مرة خليها أقل مرة ليايا إن شاء الله ما عندنا معنا لماذا لأ مهندس صلاح باغر مدير إدارة نظر المعلومات في وزارة صح أعطيكم ألف عافية وإحنا ترى دائما طماعين ونطمح المزيد وأقدر ندري أن أنتهم بعد مثلنا حياك الله مشكور شكرا شاهدينا نكمل بعد آخر فغرات برنامجنا بعد هذا الفاصل شكرا